فتوح في خط الدفاع تلعب حمزة المسلوسي مصطفى الزنالي غريبة بالنسبة لك ولا عدد؟ لا غريبا أن أنت افتقدت فتوح في حيث الهجومية فتوح حل كبير جدا في ناحية الليفتو وكمان لما بدخله قلب الملعب بيقدي بشكل كبير جدا ولأنه هو رجل اللعب كورا فأنت حتى نفسك المدارب نفسه أول ما جاء هو لعبه في نص الملعب لعب في قلب الملعب أنت اللي عملت كده وقلنا لك حلوة تمام واشتغلت وفتوح جاب جوان واشتغل كويس جدا وعمل أسستات يعني أنت لما ابتكرت دي الناس هقفتلك وعيدتلك برافن مكان كويس ومكان جديد والولاد شغال فيه كويس فلا يعني اترجعوا وراء تاني بنتبعاته عن الحيث الهجومية وأنت أصلا طالب أن حد يلعب بجل الشمال في قلب الملعب بكل عيف كورا يعني أنت اللي ضربتك كده فأنت منين بتعمل كده ومنين بتعمل كده فأنت بقول لك أحس أنه رجل برضو الدنيا عنده لسه مش ثابتة برضو يعني مش ظهرة ليه بقى مش ثابتة راجل لا بقاله فترة معناها أنا فهم الكرام دوت في البدايات نقول إيه لسه بياخد على الفكر لسه بيحط أفكاره لسه بيتعرف على اللعيبة ليه حال الوقت فيه لغبطه زبزبة شوية برضو هو عنده برضو زرده شوية في مستويات اللعيبة عنده كده مقفول ما عايفش يجيب لعيبة فهو بيحاول يدخل التيم كامل التيم كامل يعني مش عايز أكون برضو ضغط عليه لأنه راجل برضو يعني السنة دي ما حدش عمل له أي حاجة يعني ولا لعيب دخل وقايمة مقفولة والدنيا برضو مش أحسن حاجة في نادي الزمالك فما تداش قلوم يعني هل أنت شايفه مدارب كويس؟ أنا شايفه كويس شايفه كويس من السنة اللي فاتت من ساعة ما بدأ كيمو والدنيا تغيرت كتير جدا مع النادي فأنت كمان هو بدأ كويس ومع التيم وما دعمتش هو آه ماشر الدنيا السنة دي آه شوية بس برضو أنت لازم يكون عنده عذر الرجل معلش أنت هتيكت حسيبني وانت أصلا ما جبتلش لعيبة طب أنا ما جبت لكش لعيبة تلعب السهل ولا تجود؟ يعني كلمة إنت بقى لو أنت مدرب تلعب السهل ما أنت برضو عندك إصابات كتير بيضي يعني الوينش وشلب اللي السراجع ما أنت برضو يعني زي ما بقوله قد غنماتك يعني يعني الدنيا برضو صعبة جدا في نات الزمالك لعنى دلوقتي مثلا نازل بطريقة ولعب بربعة الشوت اللي تاني لعنى نازل بطريقة بلعب بربعة بحط فتوح على الشمال ولعب عمر جابر على اليمين ولعب حمزة المسلوسي مثلا ومحمد عبداللهاني وحسن عم جيد في خط الدفاع ولعب في النص دونجا عايزة حط معها أوباما عايزة حط معها عمر سيسي ولا روئة وكملت بقى زيزو على اليمين ومستخد شرب على الشمال ومهاجم دي هتبقى عيب دي هتبقى حاجة غلط ودي لعبة جاهزة هي مش عيب بس هو الرجل دايما بيلعب بطريقة ثلاثة بيلعب بطريقة ثلاثة هو دايما يعني من ساعة ما يجوها بيلعب بطريقة ثلاثة فهي ممكن طريقة ثلاثة تحتاج نوعية لعبة معينة شوية فدي ممكن الاختلاف كده هو انت زي ما انت تتكلم صح انه هو انا منع عندي تشكيلة سابطة ورئيسية تقدر تأدلي اللي انا عايزه بالزبط جدا هو رجل لا يقولك انا عايز ارعب بطريقة ثلاثة انا عايز ازود الناحة الهجومية عندي بشكل جبير جدا انا ننزل مالك فعايز ادرط على الفرق من الاول اخلص المطشاط هو برضو هي شغلة في الناحيتين بس هو زي ما انت قلت العذر واحد ان هو يرجع لطريقة جديدة انه فعلا ما فيش ما فيش لعيبة والقايمة مفولة فانت ما عندكش لعيبة اللي هو هتجود بقى اللي هو هتجود هو ده فانا عندي لعيبة كويسة هتجود هو تبقى اعمل كل ابتكاراتك واحنا معاك احنا وراك ويلا احنا عايزين مدربين مبتكرين والناس اللي حاجاتك اه طبعا ما انا بقولك احنا لما جود في حيط الفتوح لا الناس كلها سقفيتلوا وبصراحة الفتوح ساعدوا على كده فالدنيا كلها كويسة يعني صح فانت خلاص كمل بفتوحة زي ما انت وعندك عبدالشافر رجع وعندك الوز الصغير موجود ناحة اليمين عمر ويشتغلها المسوس بيشتغلها بيت لعب الزناري بيشتغلها برد سيد عبدالله بيشتغل نمار بيشتغلها يعني عندك اماكن كتير جدا تقدر تشغل فها الناس يعني